يستسنى من هذا الحسد الغبطة يقول ما لهذه المكانة أتيها فلان ما هذا الفضل الذي أعطاه الله فلان اللهم أعطني كما أعطيته اللهم ثبت له الخير واجعله يتنامى وأعطني كما أعطيته هذه الغبطة هذه الغبطة والغبطة ليست مزمومة هي مستسنى من الحسد قال لا حسد إلا فتنتين أرجل أتاه الله الكتاب فهو يعني يقوم به أنا إلى أنا النهر ورجل أتاه الله الحكمة فهو يحكم بها وقال الرجل أتاه المال فهو ينفق فيه يعني أنا أنهار لله جل فعلا فلا حسد إلا إلا فتنتين الصفتين فالنبلو إن كان عزيزا لكنه هو أعظم صفات المؤمن والحسد هو أخبث صفات المؤمن إن كان حسدا فإنه إلى هلكة إلى هوة صحيقة لا يرتقي منها بحال من الأحوال الحاسد محترق الحاسد 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 هالك الحاسد أسوأ الناس أدما مع الله جل فعلا لأنه يعتارد على حكمة الله ولذلك قلنا من أدواء القلوب التي التي تسيء إلى إلى هذه المسألة إن هذه القلوب التي إذا امتلت حسدا كانت أبعد أبعد القلوب عن الله جل فعلا ولم تحسن صريرته فإذا لا يمكن أن تحسن سيرته ولا يمكن أن تزداد أجرته بل يزداد نزولا على نزول ولا يمكن أن يقف أمام ربه جل فعلا في مواطن الرفعة ومواطن نصرة الدين لأن الحاسد لا ينصر الدين بل ينصر نفسه هو هوه الحاسد لا ينصر الدين ينصر نفسه هو هوه ونحن في ويلات هذه المساء التي نعيشها ليلة نهار لذلك نقول إياكم الحسد فإنه لا تحسن السريرة بوجود الحسد